باكية ودموع حفرت طريقها على وجنات الحضور في رحيل مايستر المسرح والشاشة العراقية يوسف العاني الذي فرق الحياة عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاما رحل يوسف رحل العاني رحل صاحب الإنجاز بعيدا عن بلده مختربا غريبا بعد صراعا مع المرض طلب مني أنه يدفن في بغداد ولبينا للطلب وأتمنى أتمنى من المسؤولين أن يسوي لفد ما تحفظ غير لأنه عنده مقتنيات وعنده الجوائز اللي ما خذها لا تعد ولا تحصى وكتبة ومقتنياته يبقى ذكرى للشعب العراقي الحقيقة إحنا كفنانين أردنيين هذا مصابنا كما هو مصاب الشعب العراقي وأنا أعز الشعب العراقي بوفاة فقيد الفن وفقيد الحياة لأستاذ يوسف العاني هنا خط القدر كلمات الوداع في رحيل مؤلم لقامة فنية عربية لطالما قدمت الكثير من الإنجاز لأجيال متعاقبة من الممثلين والمسرحيين العراقيين الذين لطالما اقتدوا بأدائه وكلماته وههم يجتمعون اليوم في عاصمة الأردن في وداع أخير للجسد قبل شد الرحال إلى بغداد علينا أن نعيد أعمال يوسف العاني باستمرار علينا أن نستذكر يوسف العاني في أعماله المسرحية لتكون موجودة ممثلة للمسرح العراقي في المحافل الدولية والمهرجانات المسرحية العربية علمنا أصول المسرح علمنا أخلاقيات المسرح وضع قواعد مهمة في تأسس المسرح العراقي كان مكافحا مناضلا هو موسوعة كما قلت في الحديث السابق موسوعة فنية عراقية متنوعة ولد يوسف العاني عام 1927 في محلة شعبية في بغداد ورفض خلال حياته الساحة الفنية والمسرحية بالكثير من الأعمال والمؤلفات والإسهامات التي كان لها دور في تحسين ورفع الحركة المسرحية والسينمائية داخل العراق وخارجه حتى حانت ساعة الرحيل هكذا كان الفراق مؤلما وقاسيا وهكذا ودع المشاركون يوسف العاني في جنازته لكن إنجازاته ستبقى حية في قلوب محبيه من العرب والعراقيين حيدر العبدالي الحرة عمان